رئيس سيسي يؤكد أن مصر حرصات على دعم الجهود القارة الإفريقية للحفاظ على التنوع البيولوجي وثرواتها الطبيعية جوتريتش يطالب المجتمع الدولي بتحرك سريع لتمويل برنامج كوفاكس لتوفير لقاحات لكورونا ومجلس الشيوخ الأمريكي يقر خطة الإنفاق الحكومي قبل ساعات قليلة من الإغلاق الثالثة صباحاً الواحدة بتعقيد جرينيتش مجزون إخباري جديد يأتي حضراتكم من القاهرة أهلاً بكم في البداية مشاهدين نذكر حضراتكم بضرورة الأخذ بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا حماية للأهل وللأحبة ولوطننا الغالي مصر أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن ظاهرة تغير المناخ تمثل خطراً وثيق الصلة بالتنوع البيولوجي وخلال كلمته عبر الفيديو كونفرنس أمام قمة التنوع البيولوجي ضمن أعمال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة أكد الرئيس السيسي أن مصر حرصت على العمل لضمان الحفاظ على التنوع البيولوجي على نحو متوازن كما أكد السيسي أن مصر أطلقت مبادرة شاملة لدمج التنوع البيولوجي في القطاعات النوعية المختلفة وشدد السيسي على أن مصر عملت على دعم الجهود الإفريقية للحفاظ على التنوع البيولوجي بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى الأمير نوافل أحمد الجابر الصباح بمناسبة توليه مقاليد الحكم أميراً لدولة الكويت الشقيقة وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي أعرب باسمه واسم شعب وحكومة مصر عن أطيب التمنيات بالتوفيق للأمير نوافل صباح في استكمال جهود البناء ومسيرة التنمية التي حققها المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح كما أكد الرئيس متانة أواصر العلاقات الأخوية الممتدة بين البلدين والتطلع لمزيد من التعاون المثمر القائم بينهما لصالح الشعبين الشقيقين ولخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية متمنياً لدولة الكويت وشعبها كل تقدم وسلام وازدهار أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن الهجمات التي تستهدف السفرات والقنصليات الأجنبية هدفها إسقاط الحكومة العراقية وتمثل خطراً على الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في العراق وقال حسين في مؤتمر صحفي أن الحكومة العراقية غير سعيدة بالقرار المبدئي بانسحاب السفارة الأمريكية لأنه لا يصب في مصلحة البلدين مبيناً أن الحكومة العراقية اتخذت إجراءات أمنية لحماية البعثات الدبلوماسية سواء في مطار بغداد أو في المنطقة الخضراء وتوقع وزير الخارجية العراقية أن يؤدي انسحاب السفارة الأمريكية من بغداد إلى انسحابات أخرى استقبل الرئيس التونسي قيس صعيد وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب وأكد الرئيس التونسي ضرورة وجود مقاربة شاملة تعالج الأسباب الاقتصادية والاجتماعية لظاهرة الإرهاب إلى جانب المعالجة الأمنية من جانبه أكد وزير الدفاع الأمريكي تقاسم بلاده مع تونس رؤيتها في معالجة ظاهرة الإرهاب وأعرب عن استعداد واشنطن لدفع التعاون مع تونس في مجالات متعددة فضلاً عن مجالي الأمن والدفاع قال السكرتير العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريتش إن الوقت حان لاستجابة دولية منصقة من أجل تمويل خطة كوفاكس التي أطلقتها الصحة العالمية لتوفير لقاح مضاد لفيروس كورونا وأكد جوتيريتش خلال كلمته أن خطة كوفاكس هي الوحيدة الآمنة والموثوقة لإعادة فتح الاقتصاد العالمي بأسرع ما يمكن ويهدف البرنامج إلى تقديم ملياري جرعة من لقاحات فيروس كورونا بنهاية العام القادم و245 مليون علاج و500 مليون اختبار أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون الإنفاق لتفادي الإغلاق الحكومي حتى الحادي عشر من ديسمبر القادم ويتضمن مشروع القانون تخصيص 8 مليارات دولار لمواجهة الأوبئة ومنها فيروس كورونا وتقديم مساعدات غذائية للمتضررين ومن المقرر أن يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على القانون الذي أقر بعد خلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين خلال ساعات وفي الختام مشاهدين نحيط علم سياداتكم بأن التردد الجديد لقناة أكسترانيوز هو 11 785 Vertical أو رأسي شكرا لكم اشتركوا في القناة